النهاردة بالمناسبة وإحنا بتتكلم النادي الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد رجال النهاردة فوزنا على فريق من أنجولا وصعدنا إلى الدور النهائي إن شاء الله ربنا يكرمنا الدور النهائي يوم الخميس إن شاء الله حيتلعب بكرة إن شاء الله حيتلعب المباراة النهائية إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أن يفوز على أن يفوز بهذه البطولة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعود بهذه البطولة مرة أخرى لدولاب النادي الأهلي المليء بالبطولات زي ما حضراتكم شايفين البعثة الرسمية للنادي الأهلي برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان متواجد مع البعثة من أول يوم وزي ما حضراتكم شايفين البعثة يعني بقى لهم حوالي عشر تيام الحقيقة وكل ما يبقى معنا كابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد دايما كان بيكلمنا على أن هم قاعدين في بابل بالفعل ما بيطلعوش برة أو في فقاعة ما بيطلعوش برة الفندق هو أكل وشرب وتمرين ومباريات فقط ما حدش بيعمل أي حاجة تانية فمن الواضح أن الحمد لله والشكر لله أن الأمور جاية بشكل جيد عدينا دوري المجموعات وصلنا للدور الستاشر كسبنا وصلنا للدور التمانية كسبنا وصلنا للدور قبل النهائي الحمد لله ربنا كرمنا وصلنا إلى المباراة النهائية إن شاء الله بكرة ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة ويعود هؤلاء الأبطال إن شاء الله بالكاس من المغرب فنتمنى رب كل التوفيق لبعثة منتخبنا الوطني لبعثة النادي الأهلي في المغرب وإن شاء الله نحاول نجيب لحضراتكم كابتن ياسر الرملي رئيس جهاز الكرة برضو نتطمن منه على الفريق وإن شاء الله نتطمن على الاستعدادات غدا في أي وقت شباب لو يعني هو دلوقتي ما بيردش في أي وقت لما يوصلو له دخلوه معنا في أي وقت برضو نتطمن ونتطمن جمهور النادي الأهلي على بعتتنا بعتة النادي الأهلي الموجودة في المغرب لملاقات أو بعد الوصول للمباراة النهائية إن شاء الله كلنا بكرة نفرح وكلنا نتبسط يا رب إن شاء الله الواحد مش عايز يقاطع علشان تبقى فرحة جديدة دائما النادي الأهلي بفرحنا ودائما النادي الأهلي بخلينا مبسطين إن شاء الله بكرة تبقى فرحة ويستطيع رجال كرة اليد أن يعودوا بكأس الكؤوس الإفريقية إن شاء الله من المغرب